السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه النموذج تجريب الامتحان الموحد المحلي في مادة العلم الفيزيائي السنة الثالثة إعدادية تنقسم المواد إلى ثلاث مجموعات رئيسية كثمنا في الدرس الأول أن المواد تنقسم إلى ثلاث مجموعات الفيل الزات والزوجاج والمواد البلاستيكية ثلاث مجموعات رئيسية هي الفيل الزات والزوجاج والمواد البلاستيكية يتفاعل محلو الصوداء معه وينتج عن هذا التفاعل غاز ما يتفاعل محلو الصوداء؟ يتفاعل مع جوجة الفيل الزات اللي هما الألومنيوم والزنق وما يتفاعل مع جوجة الفيل الزات آخرين اللي هما النحاس والحديد ما يتفاعل معه وينتج على هذا التفاعل غاز ثنائي الهيدروجين غاز ثنائي الهيدروجين السؤال الثاني أتمام الجدول تالي بوضع العلامة فيه في الخناة المناسبة هنا لدينا هذه الكلمات سنقول إما جسم أو مادة نسبة للحاسوب الحاسوب طبيعي الحال هو جسم الزجاج هو مادة النافذة هي جسم البلاستيك هو مادة سؤال ثالث أجب بصحي أو خطأ تتكون الضرة من الإلكترونات شحنتها سالبة ونواة شحنتها موجبة الضرة دائما كنعرفها بأنها محايدة كهربائيا علاش لأن الإلكترونات ديالها سالبة والنواة ديالها موجبة صحح يتميز فيلز النحاس بخاصية الجذب من طرف المغناطس خطأ لكن الجذب من طرف المغناطس هو فيلز الحديد وليس النحاس يتكون أكسيد الألومنيوم نتيجة تتفاعل الألومنيوم مع تناء الأكسجين نعم نفشك تتفاعل تناء الأكسجين مع الألومنيوم يعطينا أكسيد الألومنيوم صحح حمد الكلوريدريك يؤثر على النحاس حمد الكلوريدريك يؤثر على الحديد والألومنيوم والزنق ولا يؤثر على النحاس هذا خطأ لكشف عن إيون الكلور نستعمل محلول نيترات الفتة إيون الكلورر هو السئل ناقس بش يمكننا نكشفه عليه نستعمل محلول نيترات الفتة صحح رابعا سلب خط هيدروكسيد الحديد الثاني هنا قد نوضع نصل الخطئ لثة الكلمات هناك ثلاثة السياغ الكيميائية هيدروكسيد الحديد الثاني هناك الحديد ثاني وافه الحيدروكسيد فين هو الحديد ثاني hyp is ذات هذا هو الكلورر لنكشف محلول الحديد الثالث nous cela้ Clint لنكشف فو ثلاثة ثم محلول itu hoe yl هنا في هذا الجدول لدينا رمز ضرّة لعدد الدري شحنة الإلكترونات شحنة النواة رمز الأيون نوعه وشحنة الأيون أعطونا هذه المعلوماتين كين السئل ناقص وزائد 17 أو منسبة شحنة النواة إذا انتلقا من رمز الأيون يمكننا عارفوه رمز ضرّة كيكون عنده منفس الرمز لكن منسبة للضرّة ما كيكون الشحن كهربائي إذا كين هنا السئل العدد الدري كنديروه نفس العدد اللي فيه شحنة النواة إذا نشحل هذا العدد 17 شحنة الإلكترونات هي نفس الشيء بالنسبة للشحنة النواة لكن تكون سالبة هذا الناقص 17A هذه بالنسبة للضرّة رمز الأيون هو السئل ناقص النوع دي لهذا الأيون هو شو أنيون ولا كاتيون طبعا الحال بما أننا عنده ناقص فهو أنيون الكاتيون كيكون أيون موجه شحنة الأيون كنشوفوه الرمز دي الأيون وكنناخده الشحنة شحال كين هنا الناقص كين وحده إذا كنديرو ناقص E والشحنة دائما كتكون تبعب الشحنة الابتدائية E رمز الضرّة بنسبة للثاني هو زد N يعني الزنج لعدد الدري هو 30 شحنة الإلكترونات ستكون هي ناقص 30 E شحنة النواة ستكون زائد 30 E يعني كناخده نفس الرقم وهنا بنسبة للشحنة الإلكترونات كتكون ناقص شحنة النواة ستكون زائد وبجوجه فيهم كنديرو A رمز الأيون كناخده نفس الرمز دي الضرّة اللي هو زد N وكتزيد عليه الشحنة دي لهذا الأيون شحنة الأيون هي زائد 2 E وبالتالي هنا نديرو 2 زائد كم بدأوا بالرقم بعد كنديرو الشحنة نوعه هو كاتيون لأنه موجب إذا نعدي له كاتيون التمرين الثاني يعطي الجدول التالي قيمة بأش بعض المحالين المائية المستعملة في حياتنا اليومية ونادينا هذه المحالين المائية وسوف نصنف هذه المحالين نأملأ الجدول أعلى بتحديد صنف كل محلول يعني هل هو حمضي أو قاعدي أو محايد الخل التجاري عنده أربعة أقل من سبعة وبتالي هو حمضي ماء مقطر عنده سبعة وبتالي هو محايد وماء جافيل لديه ثمانية أكبر من سبعة هو قاعدي حمض كلوردريك عنده إثنان فاصلة ثلاثة أقل من سبعة إذا هو حمضي السؤال الثاني ما هي الطريقة التي تعطي قيمة دقيقة لقيمة بأش محلو المائي إذا الحاجة التي تعطينا قيمة دقيقة كان وسيلة كان إما ورق بأش أو بأش متر التي تعطينا القيم بدقة بحالة إثنان فاصلة ثلاثة هي بأش متر ثالثا ما هو الإيون المسؤول عن قيمة بأش محلو الحمض كلوردريك شنو هو الإيون المسؤول عن هذه القيمة التي هي أقل من سبعة هو إيون الهيدروجين هو المسؤول عن الحمضي إيون الهيدروجين طبعا الحال الرمز له هو أش زائد رابعا نضع كمية من مسحوق الألومنيون في أمبو باختبار ونضيف إليها حجما من محلو الحمض كلوردريك فنراحض بعات غاز أكتب السيغة الإيونية لمحلو الحمض كلوردريك فنضع كمية من مسحوق الألومنيون في أمبو باختبار ونضيف إليها حمض كلوردريك كي يقع تفاعل ويتصعد غاز هذا الغاز هو غاز يتنائل الهيدروجين لكن الآن قالوا أن أكتب السيغة الإيونية لحمض كلوردريك محلو الحمض كلوردريك السيغة دياله هي أش زائد زائد سيئل ناقص إعطى اسم هو سيغة الغاز المنبعث أثناء تجربه كيف يمكن إبرازه تجربه إذن اسم الغاز هو غاز ثنائي الهيدروجين سيغته أش إثنان بمأنه ثنائي الهيدروجين يعني فيه جوج دير الهيدروجين كيف نبرز وجوده عن طريق تقريب لهابين من فوهة الأنبوب فتحدث فرقعة إذن نسمع واحد الفرقعة وبالتالي هذا هو غاز ثنائي الهيدروجين إذن نكشف عنه نكشف عنه بتقريب لهب لفوهة الأنبوب فتحدث فرقعة فتحدث فرقعة خلال هذا التفاعل يتكون محلول كلورور الألومنيوم AL3 زائد ثلاثة سيئل ناقص سؤالت أكتب معادلة تفاعل الألومنيوم مع حمد الكلوريدريك متوازنة إذن المعادلة تفاعل الألومنيوم مع حمد الكلوريدريك الألومنيوم هو AL زائد حمد الكلوريدريك اللي هو H زائد زائد سيئل ناقص كي أعطينا ماذا يعطي؟ يعطي هاد الغاز اللي هو تنائي الهيدروجين H2 زائد ماذا؟ زائد هاد المحلول اللي هو AL3 زائد زائد ثلاثة السيئل ناقص باش يمكن لنا نوازن هاد المعادلة يعني ما نكتبوش الأرقام داخل المحلول لأنه أعطينا المحلول هو متعادل كهربائيا إذن لو بغنا نزيد الشيئ رقم كنزيدوه قبل استيغال كيميائيا كذلك هنا كذلك هنا كذلك هنا إذا هنا لدينا ضر واحدة من الهيدروجين وهنا ضراتين ضر واحدة من الهيدروجين وهنا ثلاثة ضرات وبالتالي هنا ما يمكنش نديرو اثنان ولا ثلاثة لأنها مادش تكون متوازنة ماذا نديروه؟ كنكتبوه ستة لأنه باش نوازنه ثلاثة مع اثنان كنديروه ستة كنديروها ثلاثة Ohhh في اتنان. سونا نضع هنا اتنان. كذلك هنا فجد وضعنا اتنان كذلك بالنسبة للالومنيوم. ولكن اكيد اتنان للالومنيوم كذلك هنا اثنان منسبة للالومنيوم. السؤال الث يقترح رائزا للكشف عن أيوانات الاولمنيومある ثلاثة زائد ثم وكتب معادلة التفاعل الحاصل. اذا للكشف عن أيوانات الاولمنيوم نستعملُه محلول الصودة. اذا رائز الكشف هو محلول الصودة. ومعادلة التفاعل. اذا كنوا مالك يتفاعلوا بطبيعة حل الكشف عن الايونة ال 3 زائد. هذين نكتبوا ال 3 زائد في معادلة التفاعل. ال 3 زائد. زائد ماذا? بنسبة معادلة دي الترصيب بمحلول الصودة. كنضر او اش ناقص. وشنو كتعطينا ال اثنان او ال ا viel اعطينا ال اش ثلاثة راسل. هنا لدينا ثلاثا شحن موجبة. بالتالي نخصيكن ثلاثا شحن سالبة. هنوضع ثلاثا هذه معادلة التفاعل. خامسا نعطي العدد الدر للاليومنوم. زيد كتسبونا 13. هل فقد اي الاليومنوم A3 زائد ثلاثة ام اكتسبها? كنشوفوا هات الشحنة الموجودة على الاليومنوم. شانه هي موجبه شحنه موجبه. شحنه موجبه تعني ان الايون فقدوا الى الضرة فقدت الايون لكي تستحول الى اليون. الى هن فقدت هذه الضرة ثلاثة الكترونات اذا فقدت ثلاثة الكترونات. بقى اعطي بدلالة او ثم بدلالة الكولوم شحنة ايون من احد ثلاثة زائد. بدلالة او كنشوفوه فقط اهد الرمز دي الايون ومنها كنعارفو اش حقا تستعمي الشحنة. اذا كينا ثلاثة زائد وبالتالي هنضرو زائد ثلاثة. اذا كي كتساوينا زائد ثلاثة ا. شحال كتساوينا هاد ا? هي واحد فاصل ستة في ثلاثة في عشرة اصناق الساعتاش. اذا هذي كتكون معطية في التماري. اذا بدلالة ا احنا نصاب لها. بدلالة القولوم كنعوض هاد ا بقيمتها. بواحد فاصل ستة في عشرة اصناق الساعتاش قولوم. اذا تساوي كنديرو نفس العدد الزائد ثلاثة في ا. اللي هي واحد فاصل ستة في عشرة اصناق الساعتاش قولوم. تساوي ثلاثة فاصل ستة هي اربعة فاصل ثمانية عشرة اصناق الساعتاش قولوم. ثمانية الثالث. خلال بناء منزلين في مدينة الشاطئية اراد والد هشام استعمال نوافذ الحديد نظرا لثمانه المنخفض. لكن ابنه هشام اقترح عليه استعمال الالومينيوم بدل الحديد. واعتمادا على ما درسته. فسر لماذا اختار هشام الالومينيوم بدل الحديد. اذا علا شخص الالومينيوم بدل الحديد طبيعة الحال. لان الحديد شوك يقع له الصدء نظرا لوجود الهواء الرطب. مدينة شاطئية يعني ان ذات المدينة فيها هواء رطب. وكيكون محمل كذلك بالملح. وبالتالي يتزايد نسبة تكون الصدء. لكن اختروا الالومينيوم لان الالومينيوم مشي انه لا يتفاعل مع الهواء بل كذلك يتأكسد بالهواء لكن عندما يتأكسد تتكون طبقة الألومين التي تحمي الألومينيوم من التآكل لكن الحديد عندما يصدأ يقع له التآكل ده لماذا اختار هشام الألومينيوم بدل الحديد لأن الحديد يتأكسد في الهواء الرطب ويتكون الصدق الذي يؤدي إلى تآكل الحديد بينما عندما يتأكسد الألومينيوم تتكون عليه طبقة الألومين التي أو الكتيمة بعدها نقول بأنها كتيمة التي تحمي من التآكل لم يقال تآكل ولذلك نختار الألومينيوم بدل الحديد في حالة تمسك الأب برأيه ماذا يجب عليه أن يفعله لحماية نوافذ من التآكل لكي يمكن له أنه يحمي النوافذ من التآكل رغم أنه صنعها من الحديد يجب عليه إما صباغتها أو طلعها بفلز الذي يؤثر عليه الهواء إذن يجب عليه إما صباغتها يعني صباغتها من نوافذ أو طلاؤها بمادة أو بفلز لا يؤثر عليه الهواء ثالثا أكتب معادلة التفاعل بين الألومينيوم وثناء الأكسجين معادلة التفعيل myself كкаяكتب عن طريق متفاعلام وذناء ثم النواتج المتفاعلت ثم الألومينيوم وثناء الأكسجين الألومينيوم وENCE الزائدة الأكسجين اللي هو أو إثنان وتعطينا ا liver الألومين اللي هو serait 82 وكأنinaire لكي نوازن المعادلة نبدأ بالأكسجين هنا لدينا 5 هنا لدينا 2 ف كي نوازن اثنان مع ثلاثة نضرب اثنان في ثلاثة وثلاثة في اثنان ونضرب اثنان في ثلاثة كذلي ستة وتلاثة كنضربها في اثنان باشر من تلك ستة وهنا لدينا الألومينيوم Tall ونتمنى لكم التوفيق و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته